موسيقى السلام عليكم بخوتي وشهركم لباس بخير بوو رمي يهضروا لعلى واحد اللايف داروا حقي الدراجة في التويتر ويطلعوا في المنصة ويسألوا عليه وحكوا واحدة تصريحات ويسألوا على جمال البلماضي وقلنا بللي جمال البلماضي في كعس يحاولوا كيف يضربوا في زوج مبارتين ضد الصومال بتاع كعس العالم وشفنا بللي كيف حفروا له الملاعب وشفنا الملعب وشفنا كما قلوا هجم شارسة على جمال البلماضي وقلنا لكم بللي راهم يضربوا في الصحافة واليوتوبر والمواقع اللي يدافع على المتخب الوطني جزائري وعلى البلماضي يقولوا على البلماضي يقولوا على المتخب الوطني جزائري لأنه هو كما قولوا راهم مدرب بتاع المتخب ويعني ندعمه باش كما قولوا يكونوا النجاحات يضربوا فيهم بشيري بوهم باش تبقالهم كما قولوا الساحة ويبدأوا يطاكيوا جمال البلماضي ووش قلنا لكم قلنا لكم هناك خطر كبير جدا في الدور الأول كما قلوا في لكو بدافريك بشراء الحكام وامور عدة هاد الناس ممكن بإدين لك نورمال مرضى بوباء يرميه على اللاعبين والمشكوك اللي داروه في الطيارات على تعوسمه تكأس يفريقيات على الكاميرون اللي كامل تصابوا بفوروس كورونا وننظم بللي هناك شيك بللي محطوطة يعني في الها وقته طيارة ومحطوطة هاداك الفيروس باش كما قولوا يضربوا المنتخب الوطني جزائري نجوا نتكلموا على أحاف الدراجون رح نوصل لكم الواحدة النقطة جات لي معلومة على الحصة اللي دروها في شرق حسين جنات مع مستر آبي رح يمخدوما بيناتهم على كل أهل باش يوصلوا كلام حسين جنات باش يقصفوا حسين جنات أو باريزومب يوصلوا باش باش يزيد يوصل باريزومب للراد يعني يفتحوا له الأبواب من هذه الحصة دقنا نعطي لكم المعلومة اللي وصلت لي لأن هذا اللي كان مع مستر آبي اللي كان يطرح الأسئلة صديق المقرب من وليد حسين جنات يعني من المساحل اللي رح يجي ضد حسين جنات يعني مخدومة هذه كلاته نقراه تا الدراجي اللي راه كلامه يوحي إلى أن هناك في أمر في أمر مخطط فلاك وفدافريك رأني كما قلوا أعدر من أندر أعدر ولا لا لا أو أندر من أعدر المهم ما رأك وفهمنا الإعلامي بقناوات ما أنا ما أحبيتش نسمحها والله بأتولي قالوا لي هاك شوف اسمع نسمع صوتون أن النعية من مخي وجعني ناصي ونحب نتقياه وفهمتوا على بالكم هذا يعرف في كلش يعني عالم يعني تهضلوا على الزراعة يعرف تهضلوا على السياسة يعرف تهضلوا على الاقتصاد يعرف تهضلوا على الرياضة يعرف هذا مستر كلش حافي الدراجي مستر كلش طارتو طارتو هذا ما حبيتش نسمعوهم زادوا وبيعتوا لي قالوا لي أقراها ولي كل نقاط اللي يتكلم فيها حافي الدراجي نحطها لكم على كلها تقرأوها معنا قال لك بين سبورت القطارية حافي الدراجي من غير طبيعي أن لا يتضمن عقد جمال بالماضي أي هدف على هذه على هذا الأخير تحقيقه شوفوا دكن توقفوا نقطة نقطة صورتو هادية حافي الدراجي حبيت نسخ سيك على ما حضرتهاش صافي لونطن على ما حضرتهاش قبل قبل ما يشدها صادي وعلى شما حضرتهاش مور ما يشدها صادي أنه أنا ما قلت بللي جمال بالماضي يرحل والناس قلت سمعوك بللي ألف مرة وصوتيت من القاناة للقاناة وهذه هي يكيد تبدأ الحملات أو العباد هذو اللي يرقى في جمال بالماضي يصوتيهم من القاناة للقاناة يعني يجوزوا على قبل قناوات يعني أي قاناة عندها متتبعين تحال يجب أن يسمعوا الصوت اللي رأي محبين يوصلوا باش نفهم النقطة هذي مليح يا أخوتي وش معنفاي الصوتي يتبعوا قاناة كما قلوا الوطنية ما يتبعوش الشورق وكاللي يتبعو شورق ما يتبعوش الهدف كاللي فهو ما يبدأوا يصوتيهم القاناة للقاناة يعني الصوت لهم يوصل الشريحة الأكبر في المجتمع على هذيك اللي يصوتيه وحاوشيفنا حافظ دراجي فلاكوا بذيوموت كيفاش بداي يصوتيهم القاناة للقاناة باش يقول باللي جمال بالماضي كان عليها بالرحيل ولازم يرحل وبعد كيشدنا صادينه أنا نبعم بالماضي واركوا على بالكم تلوون كالحربة شوفوا وش وقت تتكلم على هل هذا هو وقت وقت بقى شهر على لاكوا بدافرين تبدأوا تتجبدوننا جمال بالماضي مع الاتحادية كما قال حسين جنة تبلي جمال بالماضي دادراهم بشي كريداروا حطهم في جيبوا وسرقهم هذيتهم بالسريقة وعلى ما نقول لك صادقة لك نحمي جمال بالماضي حسين صدقي صديقي وهذه الناس همال اللي طلعوا صادي هذا الناس همال اللي داروا شعراء صادي هذا الناس همال اللي داروا حملاء إعلانية على صادي كيفاش توقع لقادي حسين جنة في المحجمة تهمة خاطرة تهمة بالسريقة تهمة تهمة سريقة هذه وحاقب عليها القانون على جمال بالماضي عادي جدا يرفع دعواء قضائية عادي جدا عادي أعادة ولا لا لا باش تفارموا وهذه الحكاية عصادة ينحمي بالماضي والدوب لذلك ما تدخل لشيء على فيه راسي الهضراء في الهضراء والضربة ومزدحت وبعدت الناس تأخرك تبعد فيهم الميات أكيفي جمال بالماضي واش وقت تتكلم لي على العقد جمال بالماضي ومين المفروض ومينه واش واش من عند؟ من عند أولا من أنت رئيس الاتحادية كنت كنت رئيس الاتحادية يحكم بحكامه كل واحد يحكم بحكامه كما صاد يلا هو جاء رئيس الاتحادية يحكم بحكامه زب زب يحكم بحكامه ، عمارئ يحكم بحكامه كل واحد يحكم بحكامه whichever ده لك واش دخلك أنت في العقد؟ داخلين بالائقة جمال بالماضي؟ في الراتب لتعجمال بالماضي. خلال Matthew Helings بكلم تقول جمال بالماضي يقول من غير طبيعي أو من غير طبيعي لا يتضمن الجمال بالماضي.ie هدف على هذه الأخيرة تحقيقه جمال بالماضي ليس بديه في العقدة تأقول أنه هناك التي تتويج عنده هو بلا عقد عنده هو هو وسمعنا بالناصر قال كل يالله كوف داتريكا روحوها أي بطولة روحوها روحو نلعبوه باش نربحوها باش يباش نروحوه للنفس الميهائي ولو اذا مكتب شاربي مكتب شاربي يعني وسمه هادي يمال الشورط هادي وما رمع عنك بالماضي بلا ما يكونوا في العقد هادي باش نتفهمه اه واحد ضلاجي قل لك اليوم لا احد يمكنه عقالة بالماضي رح تحوسه على عقالة بالماضي اهدوك فهمت بل يعلى شو وجعاتك رك فهم قل لك لا يمكنه اقالة بالماضي بل سيغادر المنتخب الوطني اذا ما هو اراد ذلك طاقت يعني انت ما قدرواش تقيله عنده عقد والعقد التعوي خلاص الفين وستة وعشر انه ما في حتى شهره هادي او لا 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 وجعتكم وجعتكم بزاف كل قيتوا العقد هادي هادي ما لباليش اسكش ما داروا له العقد هادا لان كانوا عارفين باللي راقوا جايين باش كما قولوا يحميوا بالماضي منكم من انتو العصابة حافي الدرجان قولها لك ديرك تو عصابة عصابة اصدقاء وتضربوا وتضربوا وقع الناس ودافوا على ارواحكم ما واش تنوفق رافق واحد دختار قولهم اللي اللي ينتقد صادية يعني كما قولوا هذا ضد مناجه لا ما كنتوش تنتقدوا يا اخي تقول انتو ما تقولوا باللي جمال بالماضي منتقدوها عادي نورمال مجرد انتقاد ولا الرؤساء الاتحادية جا كنتو تنتقدوهم كي وصل صاحبكم اللي ولا نو ما كاش انتقاد أحيا رحلها الشيطة الذهابية أمركتوها بزاف كيف يمكن أن ينتاقد هنا شخصي ينتاقد زفزافي صادي يغلط ننتاقده نورمال بل بليل أبي كلا به كيف أنتاقدت بالماضي كيف أنتاقدت الرياضي محرس كيف أنتاقدت بالرحمة لي لي نهضر الموضوع في الرياضي اللي يكون دائر غلطات من انتاقد كيف شهد اللي ينتاقد أدو النجاح قالوا صادي باللي كنال أوتيل بدراهم وما تنسوا شيء وش دخلني يا نايا عودوا لهم برشاهم لهذا ما كان جمال بالماضي يرا كنتاقدوا فيه سمحة بالنصر نصرات بتاعه ولا لا لا يا أخي ما أبيب واحد الهبال اللي فيكم عباكم عبادة تعبدوا تعذروا عليه ما قد سوى بالماضي تتعبدوا الأشخاص صنفية يا ابن عق كيف شهد ما ينتاقدوش صاد ينتاقدوه نورمال يغلطي ينتاقدوه عباك واحد البلاد المدرب بالسرقة سارقة سارقة يعني هو دار احتيال على الاتحادية قال لهم نكري دار عطوني دراهم عطوني دراهم حطهم في جيبو وضربنا هذه احتيال وهذه كذبة قلت لكم ما كانش كيفش يعطو لك دراهم بلا ما تقدم أوراق كرياس بهاي ذيك الكرياس بهاي ذيك ما يعطوهم لك يعطوهم لك يعطوهم لك مرضى صحباش نقولوا ما عليش يعطوهم لك ليه لو لازم العقد باش يحقو لك دراهم محمد سيدي جاي طب العطف يتذو وحد لها ضراتي يا ابن عمي عزمة الدراجي وش يقول لك قال لك هو وش قال لك بس يغادر المنتخب الوطني إذا ما هو أراد فقط ورح تضغط عليه باش هو يستاقل ركود ديله في الحملة هادية وقتها بشي تهضر في هذه المواضع قال لك أتمنى بقاء الكوتش على رأس زعمه أتمنى بقاء خليني منك الدراجي وش أدت باللي سموا لعسل نورمال تخلطهم انت مع بعض نورمال أروح أسمحها قال لك أتمنى بقاء الكوتش على رأس كتيبة محاربية الصحراء في حال ما نجح في تجاوز الجولة الأولى قال لك إذا دور جاز فلاك بدافريكم الدور الأول نتمنى بقاءه يعني نتمنى بقاءه في حين عليه الرحيل في حال فشل في ذلك يعني هنا رأي يقول له إذا فشلت في الدور الأول نحن ما نقدره نقيلوك لأن العقد التائك يخلاص 2029 ومكان شعورك فأنت لازم ترفض كابتك وتروح وهنا شوكوك تدخل رح تضربوا بقوة بش خرجوه من الدور الأول كما خدمت وابل كاميرون رح تضربوا بقوة بش خرجوه من الدور الأول بقوة بقوة بالحكام يجاوز الدور الأول كيف يجاوز الدور الأول نسمع أن بنشيخ يقول لهم الشعب الجزائري قاعد ما يرضى من غير لاكوب ضافريك أمنية إذا لم يجبن لاكوب ضافريك ترك تلعب وحدك المغربة لا يوجد الحق لتشديها أو تلعب لتلعب لتلعب السيني قال البطل قل رمكا هكذا قام مكاشر الجزائري ستلعب وحدها لا تهبلونا لن تخلونا مهبيل لتعكم كيف هدايا جزائري 100% لازم تدعها سيني قال تقول لك 100% لازم ندعها للكود ديبار في بلاد تقول لك 100% لازم ندعها المغرب تقول لك أنه الحق ديمي فينا لك لك ديمون لا كان منتخب واسمه إفريقية حقق هذا الشيء تاريخيا أمن من إدلاك وبدأ لن تلعب وحدك أخي تمهبيل ولا أغير تمهبيل يا أخوتي وعبك لا أحب نغلطي لأن أحب نحترم الأشخاص حتى كيف تقدم نحترمهم بصحادة تمهبيل يسموها تمهبيل الدراكي أستبعد أن يكون جزائر مرشحة للتتويج بكأس أمم إفريقية كيمة المغربية واسمه الركرة كيمة نتقدم أشخاص لهم بلي نحن لا نشمو رشح قالوا لهم سف قولوا المغرب قالوا لهم نحن نقول لهم يقول لك لازم نتوح تديها الضغوطات أخ شايف إلى جانب المتخب ليس في أفضل حالاته وجمال بالماضي وجب صعوبة في تجريد صفوف الفريق وروح 2019 لم نستطع الوصول إليها الناخب الوطني هو النفس الشخص الذي كان عليه حين كان لاعبا ولم يتغير أبدا هذا الأمر يمكن أن يكون ضرا للمنتخب الوطني الجزائري لكن جميع اللاعبين يعرفون طبيعته جيدا ريض أصبح قائد حقيقيا يعني نارا يقول لك ممكن يكون ضرر بالماضيع للمنتخب أرا كيف فهمت والحملة وحسين جنت هذي رأم تفهمين حسين جنت صديق الدراجي وحسين جنت صديق صادي وصادي صديق الدراجي والدراجي صديق رأورا وهذه الجماعة كامل هذي كامل هم حبين بالماضي روح قلت لكم مدام بالماضي ما زره في المنتخب لا يخرجوا الصيارة لا يدخلوا سيدي موسا لو كان يدخلوا سيدي موسا يقيمهم جمل بالماضي ولا يصل على مشاهدات بيناتهم بالعين على هذي قال لك حسين جنت قال لك صديق قال لك أروح لسيدي موسا أروح للإتحادية ونرطط بالصفة ومن يذهب للإتحادية عرضت للزملاء أصادي إتحادية يدخلوا لها العمال هذا وش نقدر نقول لكم خايف والله هراني خايف يا خايف لكم اللي باعوا في بلادك جزائر المهم جمل بالماضي يستاقل ما زرهم فهم في القاعدة هذه لازم نحوا نحوا هنون من وزيدي يدوا الإتحادية يقولوها خلونا نتبعوا أولادنا غير في أوروبا يدوا يدوا سرقوا الأموال يدوا نحوا بالماضي يدوا يدوا الإتحادية يدوا المنتخب ملكوكي ما كنتوا ملكين وزمان أراكم جيدين باش تهنون هذا ما كان عييت منكم أنا كرهتكم كرهتكم وكرهت الجند تاعكم ما نطوش عليكم خلطين وقلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام